بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغربون في بطع سنين لله للأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر ماسنا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبنس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ونقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون سرات الروم بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا مِنْ وَلِبَةِ الرُّونَ في أَدْنَ الْأَرْضِ وَاُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَتْلِبُونَ في بِضْعِ السِّنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَ إِذِي يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ Pada tahun 614 terjadi peperangan antara Romawi dan Persia Romawi Timur yang ketika itu pusatnya di Konstantinovon terjadi peperangan antara Romawi yang menganut agama Kristen dan Persia yang menyembah api pada tahun itu Rom kalah umat Islam bersedih karena dikecam oleh orang-orang musyrik yang berkata penyembah Tuhan dikalahkan oleh penyembah berhalat dan ini berarti kaum muslimin pasti akan dikalahkan juga oleh kaum musyrikin Mekah ayat keempat menyatakan وَيَوْمَ إِذِي يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ dan ketika itu orang-orang mu'min pun akan bergembira dengan kemenangan yang datang dari Allah karena pada tahun 622 itu sama dengan tahun kemenangan kembali Romawi orang-orang mu'min pun berhasil menang melawan kaum musyrikin di Badar 6 bukti kuasa Allah dikemukakan disini kita akan menarik salah satu diantaranya yang cukup populer disini dinyatakannya وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَجَةً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوا diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dia menjadikan diantara kamu potensi untuk menjalin mawadda dan rahmat ini salah satu bukti kuasa Allah terima kasih